ما يزال ملف الاستحواذ على الأراضي من أهم الملفات في الموصل منذ تحريرها وحتى يومنا هذا عشرات الأراضي استبيحت في فترة كانت تعيش المدينة فيه نوعا من الضعف في الرقابة والفوضى أتاح هذا الضعف المجال لمن يمتلكون النفوذ والسلاح بالاستحواذ على مساحات شاسعة وتزوير أولياتها وبيعها لعامة الناس في فترات سابقة كان هناك تجاوز واستيلاء وتزوير لأراضي الدولة بمساعدة الموظفين في دولة التجيير العقاري وكذلك عصابات جريمة منظمة كانت تدير هذه عملية التزوير اليوم هؤلاء الأشخاص من العصابات المنظمة والموظفين الفاسدين في قبضة العدالة بعدما أصبح هذا الملف قضية من قضايا الرأي العام أغلقت وزارة العدل دائرة التسجيل العقاري وبدأت بعمليات التدقيق وفككت النزاهة شبكة تلاعب وتزوير كبيرة أما لجان التدقيق فقد تحفظت حتى اليوم على أكثر من ثلاثمائة معاملة أرض وزعت لأشخاص بطريقة غير قانونية من لجان توزيع الأراضي وما يزال هناك مئات المعاملات قيد التدقيق نهاية اليوم استباحة الأراضي التي تابعها للبلدية وغيرها من المالية ووصلنا إلى مرحلة حتى في تغيير سندات أراضي وبيوت ناس ساكنين في بيوتهم هذا من وراء كله قيادات وشخصيات سياسية ومسؤولة داخل الحكومة المحلية معتمدة في هذا التغيير على الظهر الموجود في بغداد وبحسب مصادر مطلعة فإن حجم الفساد الموجود في ملف الأراضي تجاوز المليارات أغلبها ذهبت إلى جيوب جماعات متنفذة كانت تقف خلف الجمعيات وتسير أعمالها لأجل مصالحها على حساب المصلحة العامة من الموصل محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر